وجه رئيس بجلس الوزراء مصافى مدبولي بالعمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية والبدء على الفور في تنصيق مع الاتحاد الأوروبي ذلك بهدف الترويج لهذه الفرص خاصة في القطاع الصناعية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة جب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة في ضوء ما تشهده العلاقة المصرية الأوروبية من زخم كبير على الصعيدين السياسي والاقتصادي وكذا متبعد الترتبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك المقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل